عندنا عجز في المعلمين وسوق توزيع في المعلمين كبير جدا نقص في تدريب المعلمين ده من أول يوم قضايا في المشاكل حوكمة المدارس الخاصة والدولية دي كده مجموعة مشاكل تحط قدامك عدم ربط التعليم الفني بسوق العمل مستوى الجودة في المدارس وفي العملية التعليمية وفي التقييم مشكاليات كثيرة تعدد أنواع التعليم قيمة الشهادة بتاعتنا بالنسبة للشهادات الأخرى موقعنا على الجدول العالمي تعد جودة التعليم كان في نقطة يعني الحقيقة مش سعاداء بيها أول ما ابتدينا دي الوقت هل يختلفت المقطة دي؟ ده بياخد وقت على فكرة أنك تبني وتطلع في التصنيفات دي بياخد سنين بس إحنا طلعنا في هذه التصنيفات مثلا من 30 أو 40 مركز فده شيء كويس ولسه أملنا أحسن من كده إحنا عايزين نطلع أكتر من كده بس بناء الإنسان من المشاريع اللي ما بتتخلصش بنفس السرعة اللي ممكن تبني بيها طريق أو مدينة حتى من رغم صعوبتها بس طبعا زي تربية الطفلة لازم تستنى زمن كافي بس برضو عشان نبقى عارفين مع بعض يا أستاذ خي أنا قبل ما أتكلم مع حالتك كنت بأشوف بس بأرى الأرقام في دول إحنا بنقارن بيها دايما وكنا طول عمرين أقول يا بصوا التعليم في فنلندا بصوا التعليم في صنغفورة بصوا التعليم في اليابان فنلندا اللي كانوا معنا مبارح الحقيقة كان السفير الفنلندي ومؤسسة كبيرة قوي فنلندا بنشتهل معهم في التعليم الفني والتعليم العام فنلندا كلها فيها 800 ألف طالب في جميع مراحل التعليم قبل الجماعة